مباراة السوبر في المنطق أن تبقى فريق مش طرف في المنافسة ولا في المباراة بمجرد ما حق أفوز نبتدي نتكلم على الطرف الغائب الحمد بي أذكر أن إحنا في التمانينات حجيب من العصر القريب شوية مش هكون رومانسيا ورود لقبل كده يعني كمان أذكر أن سنة 84 كان زمالك عنده ماتش ضد تيزي أوزو في الجزائري خسر 3 واحد في الزهاب في الآياب بقى لازم يكسب 3 صفر مجموعة من التصرفات المسؤولة اللي بتخليك تقول راح فين الكلام ده يعني الدكتور الجنزوري ودكتور عبدالله الدمال الدين وكابتل محمود الخطيب بالراح ونادي الزمالك سنة 84 يتفرجوا على التمرين لدعم الزمالك وكان الكابتل الخطيب قال كلمة للعيب الزمالك وطبعا وبعض جمهوري قال شايلة لافتات تؤذر جمهور الزمالك وقال من وجيبه كلاك مصري أولا أهو أدي صورة شوف أهو قاعد فين دكتور عادينا على الأرض دكتور عبدالله الدهو والكابتل الخطيب في الآخر وقف جنبه قاعد إيده على ركبه قاعد على ركبه هو في الآخر خالص مشهد جميل بسيط يدل على الصدق في الملعب والحميمية الوزير قاعد على نجيلة بيدعم الزمالك في مباراة العودة وصل مرة بعد كده مدير النادي يروح حتى في يوم المباراة كان الانتخابات تحت النادي الأهل فارين مرتاجي وكابتن صالح اللي نجح فيها كابتن صالح الفارين مرتاجي نجح في أول مرة كابتن صالح نجح في تاني مرة كابتن صالح كان حريص جدا أنه في اليوم التاني أول عمل يعمله أنه يزم إلى نادي الزمالك لأنه كان كسب بقى جميل جميل للتهنئة للتهنئة لتهنئة فياريت عندنا لقطات من مباراة الأهل وكانوا برضو الوضع تعكس في نهاية بين مباراة الأهل وكانون يا وندي وحنبص لقى جمهيري زمالك في المدرجات لما جت لقطة كده فيه أعلامة هي الزمالك وراء موجودة مختلطة بأعلام الأهلي ده كان مجدي عبد الغني حتى الآلي كان لابس أبيض فخدر أو حاجة زي كده وطهير أبو زيد تلمس أدي أعلام الآلي وشفنا أعلام الزمالك طبعا كانت مختلط أنا أذكر أهو أعلام الزمالك البيضة في المدرجات راح فين الكلام الحلو ده أهي أهي هدي العالم الأحمر ودي العالم الأبيض معاه كلام ده وعشان كده كنا مستمتعين بالكورة مفيش إحساس بالقهر اللي بيخسر ما كانش مأهور ليه لأنه مش شايف حد شامد إنما أنا بحب فريق وإنت بتحب فريق أنت سألتني سأل فبقولك لإني يعني كان فيه في لحظة أنا قلت يا ريت الزمالك يكسب ونهنيه فالناس قالت مش مصدقينك فبقولك أصلا أنا أحب الآلي لكن ما كراش الزمالك هكرا الزمالك فيه لا فكرت القرهية دي مرفوضة أصلا يعني هو مشكلة يعني ده عنص القرهية شعور سلب جدا أنا مشكلة كلها في خطاب القرهية خطاب القرهية مش في المستوى الرياضي فقط خطاب القرهية في مستويات عدة لكن أوضح ما يكون فيه الخطاب الرياضي وده نتيجة إيه؟ نتيجة عامل الشحن المستمر والإحساس بالغبن البغيض ودائما وأبدا لديك حالة سائرية مستمرة دي إشكالية كبيرة جدا ومحتاجة عليك حقيقي أنا قلت في مقال أخير أن قنوات الرياضة قد تصبح قنوات الفتنة الرياضية يعني أنت تحمل الأهلات تسئولية تغذية هذه الظاهرة أخشى ما أخشى أن تتحول القنوات الرياضية لقنوات فتنة الرياضية وبالتالي أمر محتاج الزمالك شوتنج ستار حتجد برضو تمثيل للأهلوية في المدرجة مؤكد يعني لأصدام مش غريب على الفرقتين ومش غريب على فكرة الأهل والزمالك لهم أخوة أعداء ولا هم فرقاء ولا شيء يعني عايز أقول أن كان زمان على ما أذكر وأنت يعني لك الخبرة في هذا كان أحيانا بيحصل نوع من الفريق المختلط ما بين الأهل والزمالك بيعملوا الاتنين فرقة واحدة عشان لعبوا فرقة بعض الفرقة الزائرة الأجنبية ده هنجيب لقطة كده في حب مانس آه فلانا أصدوا أن أنت بمعندك مشكلة أولا بعض الزملاء الصحفيين تحولوا لمعسكرين حقيقيين ومستقطبين تماما يعني أصبح الصحفي تعرف أن ده زمالكاوي وده أهلاوي وبالتالي يعبر عن زمالكاويته فيما يكتب وده يعبر عن أهلاويته فيما يكتب وبالمناسبة كابتن نجيب المستكاوى الله يرحمه كان أهلاوي مضبوط هو كان ناس كتير من اللي هو ما شعروش بهذا أبدا ولكن كان يعطي الزمالك حقه قبل الأهل أطبع لفكرة أنت تبقى حقاني تبقى حقاني فكرة حقاني دي باللغة الشعبية الدرجة دي تحمل معاني عظيمة جدا جدا خليك موضوعي كمان مهمة جدا لازل خبالك أن أنت بتأثر على بعض الشباب بتأثر على بعض البشر وبالتالي هيعبره عن ده إزاي هيعكسه ده في حالة كراهية ومستمرة يعني أنت حضرتك شايف أن التصدير الإعلامي لمظلومية غالبا ما بتبقاش حققية وأن فيه اضطهادهم أمره وتحكيم مش عارف إيه بتغذي هذا مؤكد مؤكد أنت نشوف يعني خطاب الكراهية ده قيم على مفردات لفظية وقيم على مواقف أحيانا بتبقى مفتعلة وأحيانا قد تقول حققية أيضا خطاب الكراهية بغذي ناس شايفة أن أكل عشة هي الكراهية دي مأساة مأساة أن أنا طالع عشان أبص فتنة أنا طالع عشان أشكك في كل شيء أنا طالع عشان كذا وكذا وكذا السؤال من يستفيد من هذا أما تبقى معسكرين على هذا المستوى إحنا مش دحس والغبراء ده أنا لو أنا لو أنا لي يا رجاء كنت قلت له منزله مع بعض جنب بعض كن بيحصل كل أهلاوة جنب الزملكاء كن بيحصل هذا الكلام ويروحوا للجامهير ويحيوهم مع بعض وعملها كابت الخطيب وكابت الحسن المشكلة يعني مش فاها وشوفناها هو السؤال هو السؤال إنت إيه المطلوب بالزبط إنت عايز إيه أتوقع ضحايا أكثر مما أقع هل المشراحة نقص قتلة ليه ما كفاية في الدفاع الجوي وكفاية في ستاة برسعيد هو إحنا عارفين نخلص من الألم بتاع برسعيد لكن ده حضرتك قلتها التوجس أنا خايف التوجس من عودة الجماهير بشكل طبيعي لسبب بسيط لأن مستوى الشحن فظيع طيب إذا استغل هذا الشحن خلايا نيمة والبلد مش خالص البلد متلباش يعني البلد فيها خلايا نيمة موجود أما ليه ماشي مش الخلعب رحمل الأبنو دي قال إيه العدو دلوقتي بقى جوة البلد زمان كان على الحدود دلوقتي العدو جوة البلد ممكن يعملك مشكلة فمدر تاني ونعيد الأحزام من جديد ماشي السؤال طب إنت عايز تعمليه أولا قنوات الفتنة والعاملين عليها والكتابات التي تفتن الناس والزملاء اللي ببيرعوش صالح الوطن في كتاباتهم دي إشكالية أتنعيشهم الكراعية ماشي وبعدين أنا ممكن أنا طالع دلوقتي في قناة الأهلي ولو شرت الأسود هتلاقي ممكن بتلاقي قلبي أحمر أوكي لكن لا أحمل بغضاء بالمرة أنا كتبت على الفيس على صفحتي من كل قلبي يفوز الزمالك رغم أن الأهلاء الزمالكوية يشكوا في هذا الحقيقة فيه ناس لطيفة جدا إزاي نشك بالعكس ده مهم ده ومهمة قوبي أنا كان يهميني الزمالك يفوزوا على التراجي بأمانة ربان يهميني بجد ويهميني أنه يعمل ماتش كبير يهمينيين حطفحتي